وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة ده فعلا الموضوع ده مهم عمل اجتماع لمتابعة لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر كنت بحكي لسه حالا لمصطفى ودينا على هذا المشروع بإجاز طيب الرئيس اطلع في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية اللي احنا فيها والمستقبلية لهذا المشروع اسمه كده مستقبل مصر بالمناسبة سهل عليك ان انت تشوفه لانه مش بعيد يعني حضرتك لو فضي حبتين هو من 6 اكتوبر والشيخ زايد تقريبا 35 ديئة بالعربية مش بعيد يعني انت بس هتاخد اكتب مشروع مستقبل مصر على الجي بي اس العربية هتاخدك وهتوديك هتلاقي نفسك بعد 35 ديئة أولى 40 ديئة بالكتير لو انت زي حالتي بتمشي بالراحة هتوصل تمام هتلاقي المشروع على ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال أراضي خضراء غناء موجودة قائمة تشوفها بعنيك لا يوسف اللي هيقولك ولا غير يوسف اللي هيقولك حضرتك تقدر تروح تشوف المصريين خضروا أراضيهم ازاي طيب وجه فخمة رئيس عبد الفتاح السيسي بقى بإيه بإقامة شبكة متكملة من الطرق لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية هتوك تقولي كافة مساحات المشروع اللي هي ايه ستة أكتوبر الشيخ زايد سفينكس الجديدة طب والنحة التانية الضبعة العالمين يعني السحل الشمالي يعني انت ربط من السحل الشمالي لحد محافظة الجيزة بشبكة طرق كنت زمان حضرتك بتعمل ايه بتطلع على طريق مصر اسكندران الصحراوي توصل لحد الكيلو مية خمسة وثلاثين وبعدين تروح طالع كده على كبري يتخلك على طريق وضي النطرون ومنه تصل الى السحل الشمالي اه طيب احنا بنعمل ايه هو المشروع ده بس احنا بنزرع لا احنا بنعمل مشروع علشان الدنيا تبقى هناك يعني ايه الدنيا تبقى هناك اصلا انا مش بس بزرع انا بزرع وبعمل تصنيع زراعي وبعمل مجتمع متكامل اذا طالما انه في مجتمع متكامل يستلزم ايه شبكة ربط طرق طيب احنا عندنا مشروع كبير اسمه الدلتة الجديدة ومستقبل مصر ده جزء من هذه الدلتة الجديدة زي ما كنتم قلوكوا الدلتة الجديدة دي اتنين وربع مليون فدان تقريبا طيب المشروع بتاعنا بتاع مستقبل مصر اللي بنتكلم عنه مليون وخمسين الف فدان حلو يعني اقل شوية من النص ده معناه ناس بتشتغل مهندسين ومزارعين ومصنعين وتجار وشبكات هتنقل المحاصيل ومصانع شغالة علشان خطر مش بس تعبئة وتجميد وتغليف تصنيع بالمعنى الحرفي لكلمة تصنيع فاحنا بنعمل هناك تطور عمراني حقيقي الارض ما شاء الله شاسعة وبتخضر كل يوم زيادة وعليه بتتعمل هناك هذه الشبكة لربط كافة مساحة المشروع بكافة المدن او المناطق المرتبطة بيها جغرافية طيب الاجتماع شاهد كمان عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الاراضي في محافظة المينيا ومحافظة بني سويف جميل وكمان مجمع الصوب الزراعية في منطقة اللهون في الفيوم ايه اللي بيحصل في مصر الفيوم وبني سويف وبعدين تطلع فوق توصل لحد الدلتة الجديدة عن طريق محافظة الجيزة ما ها دي الجيزة ايه ودي كده الدلتة الجديدة وصولا إلى العالمين يعني محافظة مرسى ما تروح لما قولك مصر بتتربك ببعضها من أول وجديد الواقع بيقول كده بص على الخريطة وشوف فين بني سويف فين الفيوم فين الجيزة فين المشروع فين ما نطلق عليه جميعا السحل الشمالي اي جزء اللي هي تجزق بمحافظة مطروح بالمناسبة علشان بودو وانت عايز لو عايز يعني تروح تتمشى وهي تمشي حلوة يعني بالعربية ولطيفة وظريفة جدا الطريق هناك عشرة على عشرة حتة حرير يعني الطريق اللي هيوصلك ده حتة حرير انت ماشي عليه اشتركوا في القناة